واللطف اللي قاعد قدامي ده بيقولوا عليه جبروت يقولوا نوالي الزغبي من كتر ما هي جبروت ما بتدمعش ما بتنزلش دموع منعني ده حقيقي اي ازاي لانه حيات قسطني بكتني كتير ووجعتني كتير بكره المرة الضعيفة ما بحبها وبس يكون عندي حدا من أصحابي ضعيفة بجن بتخنق معها ممنوعة تكون ضعيفة بقى انا لما بكون متضيقة نوي حدا يعرف انه انا بيني شيء او مكسورة او تعباني بدان عندي قدتي بقعد فيها بصلي كتير كتير مؤمنة الحمد لله الحمد لله وبنتهرك عنه ما في شيء حياة تمام بقى قويت حالي اشتغلت على حالي لحد ما قويت وبقيت نوالي الزغبي لجبروت جبروت جبروت بس قالت الجبروت جميل لو الجبروت كده احنا بحاجة الجبروت وصلت للمرحلة دي من قد قيد ثلاث سنين مش من بعيد نأ سمعتك بتقولي حاجة الحقيقة انا انا خدتها يعني حكمة في حياتي بعملها او هعملها قلت لي لما تحب حد كتير او تحب حد قوي سيبوا سيبوا عشان لو قربت اكتر او حبيت اكتر هيخزلك وتتوجع فاهرب قبل الوجع دي بيسموها تقريبا في علم النفس افيلوفوبيا يعني الخوف من الوقوع في الحب القوي بتعملي دا؟ لكن اكيد انا متل اي شخص حبيت وعشت تجربة حلوة ومش ندماني عشي بس اشتغلت عحالي كتير انه انه اطلع من شي انا مزعوجة منه حتى لو كتير كنت مغرومة وبحب بشتغل عحالي وبطلع من الموضوع ودايما بقول لما بتحب شخص كتير ما تعطي كتير ما تحسسه كتير يعني ما تخليه يحس انه انت بجيبته لانه بس يحس انه انت ملكك وبيجيبته خلاص تحصيل حاصل هيدا اللي بيصير في شرخ بالعلاقة المفروض الانسان يكون زكي يعني يشغل قلبه وعقله مين فيهم الاقوى بيسيطر على تاني؟ هلأ عقلي قبل كان قلبي كان يمشي عقلك يمشيك يا قلب كان يهلكنا يهلكك كان يهلكنا يتعبنا وانا انا بدي قد بقول له 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 روئي روئي لانه حتى ما تخسريه للبني اعظم ما تعطي كتير هاي نصيحة والله تعطي كتير كتير بتخسر خلي دايما الانسان اللي قبالي كان كام مرة ولا رجل مش ابنيك اذا بتعطيه كتير بتخسره نفس الشي الحبيب لما بتحس انه انت كتير بتحبيه وبتعطيه وبتسامحيه بيشوق حاله بتخسره بتخسره ترجمة نانسي قنقر